اهلا بكم صادقت حكومة السوداني على قرار سعر الصرف الجديد للدينار ليكون 1300 دينار للدولار الواحد بعد ان لامس هذا الصرف عتبت 1700 دينار في الايام الماضية وحذر خبراء اقتصاديون عراقيون مما سموه التلاعب بسعر الصرف بسبب العواقب الاقتصادية الوخيمة المترتبة على هذا التلاعب والتذبذ ويقول هؤلاء الخبراء ان التحكم بالاسباب الحقيقية والمقدمات لهذه الفوضى في سعر الصرف او لا من مطاردة النتائج والظواهر المترتبة عليها اما وكالة فرانس بريس فقد نقلت عن خبير اقتصادي عراقي قوله ان التحسن في سعر الصرف الجديد للدينار هو تحسن مؤقت وهش ولابد من حلول جذرية مثل اعتماد تدابير تنظيمية اكثر صرامة ومزيد من الشفافية لمعالجة غسيل الاموال وايقاف تهريبها الى ايران التلاعب الحكومي بسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي والمخاطر الاقتصادية المترتبة على هذا التلاعب هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها عدة اسئلة ما العواقب الاقتصادية والمالية التي يحذر منها الاقتصاديون بسبب التلاعب بسعر صرف الدينار امام الدولار وهل فعلا ان التحسن الحالي في سعر صرف الدينار امام الدولار هو تحسن مؤقت وهش كما تقول او كما تنقل وكالة فرانسي بريس وهل تستطيع حكومة السوداني البدء فعلا بتدابير تنظيمية اكثر صرامة ومزيد من الشفافية لمعالجة غسيل الاموال وايقاف تهريب العملة الاجنبية الى ايران وما علاقة خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار باهداف التنمية في العراق كما يقول مستشار مالي للحكومة طيفاء الطاولة رافع الفلاحي زياد الهاشمي من لا يفهم لغة الاقتصاد يظن ان اصدار قرار حكومي بتحديد سعر صرف عملة ما امام الدولار هو الذي يحل المشكلة هذا القرار الارتجالي حدث في العراق بعد تعمق الازمة الاقتصادية بفعل خفض قيمة الدينار امام الدولار في عهد مصطفى الكاظمي تزايدت تداعيات انخفاض قيمة العملة واثرت بشكل كبير على حياة المواطنين وحركة السوق فما كان من رئيس الحكومة الحالي محمد سوداني الا اتخاذ قرار مفاجئ برفع قيمة الدينار معتقدا ان المشكلة تم حلها وكالة بلومبرغ قالت ان اعادة تقييم سعر صرف الدينار العراقي لن تحل المشكلة لانها لا تغير المعروض من الدولارات التي تدخل السوق وبدلا من ذلك فانها تزيد من اعتماد العراق على النفط خاصة عندما يقترن ذلك بزيادة الانفاق الحكومي كذلك وكالة فرانس بريس نقلت عن خبراء في الاقتصاد تحذيرات بان التحسن امر مؤقت ومن ثم تبدأ الاثار الكارثية لهذه الخطوة التي تحمل اهدافا سياسية ودعائية ولا علاقة لها بملف تحسين الواقع الاقتصادي الخبراء اكدوا ان هذا الاجراء الحكومي سيسبب عجزا كبيرا في الموازنة العامة ما يعيق اقرار الموازنة في وقت قريب فضلا عن ان سعر الصرف سوف يبقى عند المستوى المرتفع لان سعر الصرف يخضع للعرض والطلب ومع استمرار تناقص الدولار من السوق العراقية يتراجع العرض ما يعني مزيدا من الارتفاع بسعر الصرف وتدهور الدنار العراقي ازمة العراق الاقتصادية لا تتعلق بقيمة العملة وانما بالفساد المالي وسوء التخطيط وانعدام التنمية وغياب المشاريع المنتجة اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في التلاعب الحكومي خفضا ورفعا بسعر صرف الدنار العراقي مقابل الدولار والتحذيرات من مخاطر اقتصادية ومالية على هذا التلاعب طبعا من قبل الاقتصادين في العراق ضيفات طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب البحث السياسي وسيكون معنا من العاصمة البريطانية لندن زياد الهاشمي الخبير الاقتصادي والاداري اهلا وسهلا بالضيفين الكريمين حياكم الله نبدأ مع زياد من لندن السيد زياد هذا التلاعب في سعر صرف الدنار العراقي خفض ورفع وتذبذب في سعر الدنار العراقي مقابل الدولار من المسؤول عنه القرارات الحكومية المتخبطة الخزانة الامريكية الميليشيات تهريب العملة عدم بناء مثل هذه القرارات على أسس اقتصادية ومالية علمية ومعيارية نعم تحية طيبة لكم ولمشاهدين القناة بالتأكيد هذا القرار في مثل هذا الوضع في مثل هذا التوقيت الحساس بالنسبة للاقتصاد العراقي لا يعتبر الحقيقة حلا مثل ما ذكروا القنوات أو الوكالات الأنباء في مثل حول هذه المسألة بالتأكيد هذا لا يعتبر حلا جذريا لدينا مشاكل بنيوية لدينا مشاكل حقيقة تضرب في عمق الاقتصاد العراقي مشاكل متراكمة من بعد عام 2003 لم يتم التعامل معها بجدية لحلها بشكل فعال وبشكل صحيح وبالتالي حصل تراكم في هذه المشاكل كل حكومة أتت ورثت الحكومة التي بعدها هذه المشاكل وحصل نوع من التراكم اليوم الحكومة الحالية هي من أصبحت على المحك أو أصبحت في الواجهة للتعامل مع هذا التراكم من المشاكل مسألة التعامل مع هذه المشاكل بحل وقتي وجزئي الحقيقة يعني اللي هو تخفيض سعر الدولار إلى 130 أو 1300 دينار لكل دولار الحقيقة مثل ما تفضلتوا هذا يكون إلى تأثير وقتي والسبب أن جميع المؤثرات الأخرى على الاقتصاد أو المشاكل الأخرى والضغوطات الأخرى على الاقتصاد لا زالت مستمرات وأمها المشكلة الكبيرة التي ولدتها مزاد بيع الدولار هذه النافذة الإشكالية هذه النافذة التي أعتبرها مثيرة للجدل التي حصل نوع من الإدمان الاقتصادي للاقتصاد العراقي والمجتمع العراقي وكل الحركة التجارية العراقية على هذه النافذة أصبح العراق اليوم يعتمد على مبيعات النفط ومن ثم المبيعات التي تتم خلال هذا المزاد وانتهى الموضوع هذه المسألة الحقيقة تعتبر خطرة وخطرة جدا ليس لديك تنوع في الاقتصاد ليس هناك موارد أخرى تدعم بالاقتصاد ولا ميزانيات الدولة ولا تدعم الاحتياطيات النقدية وبالتالي أي إشكال أي خلل في هذه الانسيابية هذه السلسلة من الحصول على التدفقات أو الكتل المالية الدولارية ستحدث إرباك والإرباك الذي حصل اليوم الذي شهدناه بعد التطبيق الفدرالي الأمريكي للضوابط بالنسبة لمنصة مبيعات الدولار وللخفاض الهائل الخفاض وصل إلى معدل 70% من المبيعات وبالتالي تخفيض سعر الدولار يدفع الحكومة ويدفع البنك المركزي العراقي إلى ضخ أو دعم الأسواق من احتياطات البنك المركزي العراقي وبالتالي مع أمر الوقت هذا يعد استنزافاً للاحتياطيات البنك المركزي من الدولار ومن العملة الصعبة ولا يقدم حلول الجانب الأخرى الجانب الأخرى بالمناسبة تحتاج إلى وقت طويل نتحدث عن مشاكل عمرها 20 سنة وبالتالي لا يمكن حال هذه المشاكل خلال أيام أو أسابيع وحتى ربما سنوات هذه مشاكل بنيوية تحتاج إلى تنوع مصادر طالما أشرت وكررت المشاكل البنيوية الاقتصادية في العراق لعمره 20 عام ما هي أبرز هذه المشاكل التي أحدثت هذا الإرباك في سعر الصرف أحدثت هذا التذبذب في سعر صرف الدينار العراقي خاصة خلال هذه الفترة الماضية حكومة الكاظمي ومن ثم حكومة السوداني أبرز هذه المشاكل البنيوية في الاقتصاد العراقي بشكل واضح وبشكل سريع هو النظام أو النموذج الريعي الذي تأسس عليه الاقتصاد العراقي اعتماد على النفط هذه المسألة الأولى لديك ضعف كبير في السياسات النقدية والسياسات المالية العراقية وهذا الحقيقة ليس كلامي صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسب أصدف تقارير دولية تشخص هذه المشكلة وتدعو صانع القرار الاقتصادي وصانع القرار السياسي داخل العراق للتحرك بشكل عاجل الحقيقة لتعديل المنظومة النقدية تعديل المنظومة المالية وتبني سياسات أكثر شفافية أكثر عصرية تتعامل مع العالم بشكل أكثر منهجية لدينا اليوم نظام متقادم جدا نظام تأسسة على منظومة فساد هائلة وربما لاحقا نتحدث على هذه المسألة هذه المشكلة التي ربما تعوق اليوم نهضة الاقتصاد العراقي وتحركه من النظام الريعي إلى النظام أو النموذج المتنوع المصادر هذه المسألة الرئيسية الحقيقة نعم أشكرك دكتور رافع هذا التخبط في سعر الصرف حكومة الكاظمي خفض السعر الصرف حكومة السوداني رفعت أو حسنت سعر الصرف الحقيقة حتى في الأسواق الموازية الآن لا يجري بيع وشراء الدولار وفق التسعير الحكومية 1300 هذا تخبط أم ربما أيضا عمل مقصود وممنهج لمزيد من الإيذاء بالتوازي مع سياسات آدة المجتمع آدة الدولة العراقية والمجتمع بعد عام 2003 وهي كثيرة بسم الله الرحمن الرحيم بداية نحييك أستاذ ماجد أحيي ضيفك الكريم الحقيقة بداية نجب أن نقول أن الحديث عن تعديل سعر صرف الدينار أو زياد سعر الدولار وانخفاض سعر الدينار وارتفاع سعر الدينار مقابل الدولار بالأخير وحسابه ب1300 هذه العملية لا تشكل يعني ليست تعبيرا عن الاقتصاد العراقي كل القوى في العملية السياسية أرادت أن توحي للمواطن العراقي أن القضية هذه هي الاقتصاد العراقي وهذه ليست الاقتصاد العراقي الاقتصاد العراقي مثل ما قال ضيفك يعاني من خلل كبير ومع احترامي للذين يتحدثون عن سياسات نقدية وسياسات اقتصادية لا توجد سياسة في العراق لا سياسة اقتصادية ولا سياسة نقدية وسياسة فوضوية الحقيقة أموال تأتي بسبب مبيعات النفط وتدخل إلى عجلة الفساد والخراب ولا توجد تنمية للبلد لا يوجد خطط تنموية لا يوجد استثمار لهذا المال إلا في الفساد الحقيقة وهذه العملية مستمرة منذ عام 2003 لحد الآن ربما تستغرب أو البعض يستغربون الكثير والله يستغربون لماذا أمريكا الآن وضع الضوابط وهذه القضية ودائما ما نقول أن أمريكا تستخدم العراق كورقة سياسية للضغط على إيران ولولا هذه الورقة ما كان استخدمت سعر الدولار والدينار لأن هذه العملية ليست جديدة يعني عملية التهريب تهريب الدولار إلى إيران هل هي جديدة؟ هل هي وليدة اليوم أو البارحة وقبل خمس سنوات أو عشر سنوات من كل هذه الفترة إيران كانت في حصار والعراق أموالها تذهب إلى إيران ما الذي يجد في هذا الموضوع؟ هناك ظروف ضغط سياسي وضغط لأغراض معينة أمريكية باتجاه إيران وبدأت هذه القضية ولا كل العملية هذه وأمريكا تعرف أن كل القوى العاملة على العراق سياسية وقتصادية وإدارية هي قوى فاسدة ومخربة وتعرف أنه لا منهج للحكم وأن العراق في وضع سيء جداً جداً يعني هل أمريكا متقصدة الآن أن تحمي الاقتصاد العراقي وتحمي وتخلق تنمية في العراق؟ أكد بها كبيرة الحقيقة لكن الاقتصاد العراقي يعاني من تشوهات كبيرة جداً الاقتصاد العراقي ليس فيه سياسة أساساً لا توجد سياسة اقتصادية في العراق واضحة ليقولوا لنا ما هي السياسة الاقتصادية التي يتبعها العراق هل هي سياسة السوق المفتوحة سياسة اشتراكية أي سياسة شكل سياسة هذه الاقتصادية التي يتبعونها لا توجد سياسة الحقيقة سياسة فوضوية لا تعرف أساسها وبالتالي هناك مثل ما قال ضيفك الكريم قال احنا اقتصادنا ريعي تجي الأموال عن النفط لا توجد لدينا الأزراعة ولا صناعة ولا أنتاج تجاري ولا لدينا بطالة عالية لدينا فقر عالي أموال هائلة كل هذا يشكل حالة حالة فوضوية حالة لا توجد بها اقتصاد كل الأموال التي جاءت نهو أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار منذ عام 2003 لحد الآن ما هي تأثيراتها على البلد هل تطور البلد هل بنيت فيه خطط تنموية هل وجد الصناعة من جديد العراق الآن بلد يعني يعتمد على الاستيرات بلد لا ينتج شيئا سمعي دكتور ايضا على ذكر التنمية سمعتني الحقيقة ونسأل ضيفنا في لندن أستاذ زيادر حقيقة وأنا أعد للحلقة توقفت ولفت انتباهي حديث مستشار مالي للحكومة وضهر محمد صالح يقول ان خفض سعر الصرف الدينار العراقي أيام حكومة الكاظمي أمام الدولار الحقيقة لم يحقق أهداف التنمية هل ثمت علاقة بين خفض قيمة الدينار أو أي عملة لأي بلد بالتنمية وأهداف التنمية نعم قبل ذلك أحاول تعقيف سريع على كلام الأستاذ فلاحي على توصيف الاقتصاد العراقي أنا سلت كثيرا أسأل كثيرا ما هي التوصيف الصحيح للاقتصاد العراقي هل هو اقتصاد رأسمالي اقتصاد اشتراكي أم اقتصاد هجين اقتصاد الهجين ممكن نوصف به الاقتصاد الصين يعتبر اقتصاد هجين فلذلك أنا أقول بمنتهى الصراحة وبشكل مباشر أن الاقتصاد العراقي نستطيح أن نصف عليه بأنه اقتصاد بلا هوية ليست لديه هوية واضحة يمكن أن نصنف هذا الاقتصاد على أساسه وهذه مشكلة كبيرة حقيقة أنك لا تستطيع أن تمسك الاقتصاد وتعطيه بعض الأوصاف التي تضعه في مسار معين بين الاقتصادات العالمية هذه المسألة تصريح سيد المستشار الرئيس الوزراء الاقتصادي يعني الحقيقة مسألة استغربة هو الرجل نفسه سابقا كان هو المستشار الاقتصادي للحكومة والآن هو نفس المستشار في نفس المكان لكنه اليوم بدأ ينتقد السياسات أو المنهجية الاقتصادية التي اتبعت الحكومة السابقة وربما هناك بالتأكيد مؤثرات سياسية في هذا الموضوع لكن على كل حال مسألة تخفيض يعني سعر الدولار ممكن ممكن أن يكون جزءا لتحريك الاقتصاد نعم لكن هو يعتبر جزءا من حزمة حلول وليست حلا منفردا لوحده قادر على تحريك اقتصاد كامل كالاقتصاد العراقي نحن نتكلم عندما يتم تخفيض سعر العملة أو رفض سعر العملة يكون لديك صناعات على سبيل المثال لديك طاقة تصديرية لديك قدرة على إنشاء معامل جديدة أو رغبة بسحب أو يعني جذب رؤوس الأموال سواء داخلية أو خارجية ممكن صانع القرار الاقتصادي حينها يدرس هذه المسألة ويجد كيف يمكن استغلال مسألة تغيير سعر العملة ارتفاعا أو انخفاضا على مسألة مسيرة التنمية لكن انتخاذ هذا القرار لوحده الحقيقة هذا القرار يعني يراد له إعطاء جرعة مخدرة وقتية للاقتصاد وإعطاء انطباع سريع للأسواق أن الأمو المسيطرة عليها أن الأسعار يمكن تخفيضها بإرادة حكومية وهذا ما لاحظنا خلال الأيام القادمة لكن شخصيا وأنا ذكر ذلك ربما في تغريدات وفي تصريحات سابقة وأتفق مع التصريحات التي تقول أن مفعول هذه المسألة سيكون مؤقتا الآن الاجتماع الوفد العراقي في واشنطن مع الخزانة الأمريكية مع الخارجية الأمريكية قبل أن ننتقل إلى الاجتماع بين الوفد الحكومي والخزانة الأمريكية دعنا نسأل دكتور رافع عن هذه القضية التي أشرت له دكتور كل الخبراء الاقتصاديين والماليين يتحدثون أن هذا التحسن الحالي المظهري الحقيقة هو التحسن مؤقت وهش ويوشك الحقيقة أن يتلاشى ويتبدد لماذا؟ سأقول لك لأن التخفيض في حقيقته هو سياسي وليس مالي واقتصادي حقيقة قرار سياسي وليس مالي واقتصادي هنا هذا القرار لتأجيل الانفجار الشعبي هناك توجه شعبي للانفجار هم أرادوا أن يؤجلوا لأنه يعني تخفيض سعر لمناسبة سعر الصرف في الأسواق الموازية أو السوداء كما يسمى ليس كما في السعر الحكومي المنصوص على 1300 نعم إذا كانت الغاية منع التهريب أو تقليل التهريب بالعكس أنا أؤكد لك أن التهريب سيزداد تهريب العملة نعم تهريب الدولار لأنه كان البنك المركزي عبر هاي النافذة اللي وزع فيها يبيع 300 مليون دولار يوميا الآن يبيع 50 مليون دولار عرضوا طلب سعر صرف الدينار العراقي في السوق العراقي أقل من سعر صرف الدينار العراقي في الأسواق القريبة من عنده وأقصد إيران لذلك التهريب سيزداد وسيستمر هذا التهريب ليس هناك إضافة إلى هذا أن التضخم في الأسواق موجودة الأسعار الآن عالية جدا من يستطيع أن يخفض هذه الأسعار هل تمتلك الدولة أجهزة تستطيع أن تضغط على السوق وتخفض الأسعار ومن يمتلك هذه السلع ومن يستوردها ومن يتحكم بالسوق العراقي هي ميليشيات وقوى حزبية تريد أن تربح وتكسب ومستوردة كل هذه على أساس بعملة صعبة هذه واحدة منها لذلك والاقتصاد في العراق والوضع العراقي السوق العراقي يذهب إلى حالة من الصعوبة بمكان سيذهب إلى حالة يعني ربما لا يستطيع المواطن أن يشتري شيئا مواردة الاقتصادية قدرة الشرائية أقل بكثير من قدرتها على الاستمرار أو شراء أي أشياء خاصة فيما يخص غذاء واللبس وكل السلع غالية عليها ستكون لأن العراق بلد مستورد يستورد كل البضاعم من خارج العراق ولا ينتج شيئا لا يستطيع أن يتحكم بشيء الدولة فالتة ماكو دولة ماكو أجهزة رقابية تستطيع أن تسيطر على كل شيء لا توجد قوى أمنية أنت تفاقد الأمن وفاقد القوانين والقرارات غير يعني ما تمتلك القدرة أي حكومة ما عندها قدرة تفرضها على الجميع فبالتالي لا تستطيع أن تفرض قدرتها على الأسواق والأسواق تتحكم بها مافيات وهذه المافيات عبارة عن ميليشيات تابعة لأحزاب وأحزاب هذه مقتنية من وراها ولها ارتباطات بالخارج القضية صعبة جدا جدا لذلك أنا أقول أن عمليات التهريب ستستمر وسيستمر هذا الوضع سنتحدث عن قدرة الحكومة بس قبل الفاصل حتى نسأل نفس السؤال أستاذ زياد لماذا من وجهة نظر اقتصادية ومالية أن هذا التحسن الموجود الآن أو سعر الصرف الذي يعلن عنه حكوميا ليس مستداما هذا مؤقت مرحلي هش من منظور اقتصادي ومالي لماذا هش نعم بالتأكيد هذه المسألة ذكرها أستاذ فلاحي أتفق معها يعني مئة بالمئة نافذة مزاد العملة إذا نتكلم على الأمور أو آليات البيع تقسم على شكلين أو على قسمين القسم الأول تذهب مبيعات هذا المزاد مباشرة إلى المصارف لتعزيز أرصدتها الداخلية تستخدم لمسألة القروض وغيرها وجزء الآخر هو الجزء الذي فيه المشكلة اليوم هي مسألة الحوالات التي تقدمها البنوك والشركات الصيرفة والشركات المالية لغرض إجراء حوالات مباشرة من حساب العراقي مباشرة إلى حسابات في بنوك خارجية هذه السابقة كانت تتم بتلاعب أو تغاضي من البنك المركزي العراقي كان البنك المركزي العراقي لا يستلم معلومات متكاملة حول هذه الحوالات هناك استمارة بالتأكيد لكن هناك يبدو أن هناك نوع من التعاون أو التواطئ أو الضغوطات على البنك المركزي بحث أنها كان البنك المركزي يمرر هذه الحوالات فيتم تحويلها بسلاسة وبسهولة فكانت تتم المبيعات 250-160 مليون دولار يومياً اليوم الفدرالي الأمريكي أخذ زمام المبادرة في هذه المسألة وأصبحت جميع الحوالات تدار من قبل الفدرالي الأمريكي والتاجر الذي يحاول أو الطرف الذي يريد أن يبعث الحوالة تم إخراج البنك المركزي العراقي مباشرة من هذه المعادلة وبالتالي البنك الفدرالي الأمريكي يراجع ويدقق جميع هذه الحوالات وأي شبه فيها يتم رفضها لذلك شهدنا اليوم كمية كبيرة من 70 إلى 80% من الحوالات تم رفضها ونخفض مبلغ المبيعات اليومية من 260 إلى 50 و60 مليون دولار يوميا هذا الفرق يشير لك أنه كان يستخدم لأغراض التهريب لأغراض غسيل الأموال دعم الأنشطة غير المشروعة الآن هذه تم منعها لوصول للمهربين وليعني جماعة غسيل الأموال وجماعة الفساد المالي كيف سيعوضون هذه المبالغة المفقودة بالتأكيد سيتجهون إلى القرف يعني خلينا أسمحي الأستاذ زياد نوجل نقطة أين سيتجهون وأيضا أسألك بعد الفاصل عن تقارير تتحدث أيضا فاقمة المشكلة في العراق هو ندرة الدولار في الأسواق المحلية هل هناك فعلا ندرة بعد الفاصل نتحدث في هاتين النقطتين فاصل نتوقف عند هذا الفاصل بالاستئذان من ضيوفنا ومن المشاهدين الكرام ثم نعود لإكمال النقاش بعد الفاصل يبقوا معنا من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار من شهدائها وأسراها وجرحاها من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة نأتيكم في برنامج من فلسطين عينكم على الأرض المحتلة أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار ضيفها الدكتور رافا الفلاحي والأستاذ زياد الهاشمي أستاذ زياد كنا نتحدث عن قضية توجه المافيات لإيجاد طرق بديلة بعد محاصرتها أو تطويقها استكمالا لهذه النقطة وأيضا أسأل سؤال هناك من يتحدث أنه كان هناك ندرة في الدولار في الأسواق المحلية وهذا فاقم أو هذه الندرة فاقمت مسألة تهاوي سعر الصرف أو عدم استقرار سعر صرف الدينار أمام الدولار وهذا التذبذوب وهذا الحقيقة للاضطراب النقطة نكملها ونجاوب هل فعلا هناك ندرة؟ نعم هي مسألة مترابطة الحقيقة دعني أركز على نقطة مهمة الحقيقة العراق لديه مشكلتين جيوستراتيجية اليوم مسألة واضحة العراق اليوم محاصر من دولتين محاصرات العراق محاصر من إيران المحاصرة وسوريا المحاصرة اقتصاديا بالتأكيد وبالتالي العراق تحت ضغط يعني هاتين الدولتين هذا الجانب أو المشكلة الأولى المشكلة الثانية المنظومة الاقتصادية والمنظومة المالية مثل ما تعرفون والنقدية داخل العراق هشة جدا فيها ثغرات واسعة وبالتالي سهلة الاختراق وسهلة يعني يعني الحصول على منافع ومكاسب من قبل هذه الدولتين اليوم نتكلم على مافيات الفساد ومافيات التهريب هذه المافيات الحقيقة نتكلم مافيات تعمل منذ قرابة العقدين على مسألة التهريب كونت قدراتها أصبعت أديها ثروات مالية طائلة هذه يعني اعتمدت بشكل كلي على مثل ما ذكرنا على موضوع مزادة العملة اتجاه اليوم للسوق العراقية كبديل لتعويض ما منع منها من الدولار يعني من خلال المزاد وبالتالي يتم سحب الدولار كل كتلة نقدية يتم طرحة في سوق العملة يتم سحبها بأي سعر كان وشاهدنا يمكننا ارتفاع الاسعار إلى معدلات الـ 1700 و 1720 قبل اقرار تخفيض سعر الدينار والدولار وبالتالي هذه جاهزة بأموالها لسحب كل كتلة نقدية متوفرة بالأسواق هذا بطبيعة الحال يؤدي إلى شحة في كمية الدولار أضف إليها أن الإشكالية التي أحدثتها تطبيق ضوابط الفدرالي من خلال مزادة العملة أحدث حالة من الهلع داخل السوق العراقية وداخل المجتمع العراقي مما دفع المواطن العراقي الموظف العراقي صاحب المدخرات العراقية إلى أنه يخرج مدخراته والبحث عن الدولار واستبدال دينار بالدولار هذا شكل كذلك باب للطلب لم يكن موجودا سابقا مما ولد ضغطا إضافيا على السوق الموازية سحب من المافيات وسحب من المواطن العراقي لأنه فقد الثقة نوعا ما بالدينار العراقي وهذه مشكلة كبيرة يجب على الحكومة أن ترى كيف أن تتعامل معها أسوأ شيء بالنسبة للدول أن يفقد مواطني هذه الدول الثقة بالعملة الوطنية هذه مسألة وبالتالي الكتلة النقدية حتى لو خفضتها اليوم البنك المركزي اليوم يتبرع من رصيده ومن احتياطياته حتى يضخ بالأسواق وحتى ينعش الأسواق لكن مهما عملت ضخل الدولار بالأسواق هناك من سيتلقفه وهناك من يريد أي كمية تطرح نتكلم كل يوم على 120 مليون دولار يوميا كانت هذه المافيات تأخذ من مزاد العملة كيف يمكن تعوضها؟ حتى السوق العراقي لا يمكن تلبية هذه الحاجة وبالتالي المسألة ستبقى هناك ضغط على السوق وخلال أيام حسب رأيه الأسعار ستعود الارتفاع مرة أخرى بسبب شحة الدولار مقابل وفرة الديناء العراقي نعم على ذكر الفيدرال الأمريكي الحقيقة في تقرير لواشنطن إكزامنر موقع أو معرف يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تساهلت مع حوالات البنك المركز وأنت كتبت يعني وهذا ساعد بتشكيل أكبر منظومة لغسيل أموال في العالم البنتاجون حدد عام 2012 أنه 80% من مبيعات مزاد الدولار في العراق تذهب لأنشطة غير يعني شرعية تم تعليق الحوالات لكن عيل علاق الذي أصبح الآن بحافظ البنك المركزي توسط واطلقت الحوالات ما هي مسؤولية الخزانة أو المؤسسات المالية الأمريكية في مفاقمة الواقع المزري للعملة في العراق وتشكيل هذه المافكيات لتهريب العملة هناك مسؤولية واضحة على المؤسسات الأمريكية المالية بالتأكيد سيد ماجد نحن نتكلم على هنا حيدخل الشق السياسي في هذا الجانب بالتأكيد سياسة أوباما في حينها كان داعم بشكل مطلق للحكومة العراقية التي شكلها المالك الإدارة الثانية كان هناك دعم مطلق بغض النظر عن سياسات هذا الرجل سياسات هذه الحكومة كانت صائبة مخطية هناك دعم كامل لديهم كانت هناك مفاوضات بموضوع الملف النووي مع إيران وكانوا لا يريدون الحقيقة إزعاج إيران في إحداث تغيير سياسي حين كما تذكرون في عام 2010 وبالتالي هذه المسألة كانت في سياق الاستراتيجية الأمريكية في حينها من غض الطرف عن أي مشاكل أو عن أي أخطاء ترتكبها الكابينة الوزارية العراقية لكن بكل الأحوال كان هناك رصد لجميع العمليات جميع المبالغ جميع الأطراف التي كانت تحرك الأموال كان هناك رصد كامل من قبل الفدرالي لكن لم يتخذ أي إجراء في حينها الآن حدث الإجراء بالتأكيد وتم اتخاذ الإجراءات في ضبط هذه المسألة وبالتالي حسب هذا التقرير الاستقصائي التي أظهرتها صحيفة الواشنطن إكزامنار ذكرت خلال هذه الفترة التي سكت عليها إدارة أوباما والإدارات اللاحقة تشكلت أكبر عصابة أو مجموعة لغسيل الأموال في العالم تخيل الآن نتكلم عن هذا البلد العراق أصبح ينافس كارتلات تبيض الأموال على مستوى العالم في روسيا والصين وباقي دول الأمريكا اللاتينية هذه مسألة الحقيقة خطيرة جدا كذلك ذكرت هذه الصحيفة من خلال دراسات اطلعت عليها أن الشعب العراقي هو أكثر شعب تمت سرقته في التاريخ يعني جملة الحقيقة مرعبة ومخيفة أن يوصف الشعب العراقي بهذا الوصف الكارثي من قبل السياسيين بالتأكيد ذكرت الصحيفة أن الطاقم السياسي والحكومات المتعاقبة استغلت الضعف في المنظومة السياسية أو المنظومة المالية العراقية وبدأت بتبديد أموال العراقية أو أسل الأموال العراقية لمصالح حزبية ومصالح أخرى ودعم بالتأكيد أنظمة المحيطة بالعراق فهذه مشكلة من المشاكل نعم دكتور رافع الحقيقة في الاجتماع الذي جرى بين وفد حكومي ووفد الفيدرالي الأمريكي حكومة السودانية تعهدت باعتماد تدابير أكثر صرامة ومزيد من الشفافية والحد من غسيل أموال وتهريب العملة هل الحكومة قادرة ولديها أدوات فعلا لاعتماد مثل هذه التدابير الصارمة لإيقاف المافيات وتهريب العملة وإيقاف هذا النزيف في العملة الأجنبية من العراق؟ قبل أن نجيب هذا هو الفيدرالي الأمريكي والإدارة الأمريكية تعرف أن هذه الحكومة التي تم تلك مثل هذه القدرة تعرف جيدا لأنه من أسس هذه الحكومة من أقام هذه الحكومة هي نفس القوى المتهمة بتهريب الأموال ومساعدة إيران وتهريب الدولار إليها هي هذه القوى التي جاءت بهذه الحكومة يعني قوى الإطار هي هذا القوى الميليشياوية هي من رشحت هذه الحكومة هي من تسندها ومن تقف وراءها هي من رشحت رئيس الوزراء فبالتالي كيف يمكن رئيس الوزراء والحكومة أن تنقلب على من جاء بهم ومن يحميهم ما هي هذه نفس القوة؟ نفس القوة هي التي تتحكم بهذا الوضع وهذه هي نفس القوة التي تحكمت بالوضع العراقي منذ عام 2003 لحد الآن تغيرت الوجوه تغيرت التسميات لكن نفس المنهج نفس الإطار نفس التوجهات هذا واقع الحال فبالتالي الحكومة ما هي أدواتها لإيقاف الميليشيات للضغط على الميليشيات وإيقافها هذه اللعبة مال تخفيض نافذة البيع من 300 مليون إلى 50 مليون لن تفضي لشيء ضيفك الكريم تحدث بهذه القضية بشكل مفصل الحقيقة بالتالي سيشترون بالدينار العراقي الدولار وسيهربونهم مرة أخرى والمنافذ الحدودية كلها بيدهم وإذا ما هرب عن طريق مصارف وكذا سيوربونه باليد سيدفعون به بعربات إلى إيران هذا واضح القضية مهما تدفع من أموال من دولار من عملة صعبة إلى السوق ستستولي عليها هذه القوة وهذه القوة تمتلك السلاح وتمتلك قدرات مالية أيضا للشراء الدينار العراقي كلها مملوك لهم يعني الحكومة العراقية ما أعرفش قد طلبت طباعة جديدة من الدينار العراقي من العملة العراقية هذه كلها بيد من ستكون؟ بيد هذه القوة وبالتالي هناك موازنة فيها خلل كبير سيحرجهم كبيرا لهذه الحكومة لن تستطيع أن تقيم هذه الموازنة بالشكل الذي تتحدث عنه لأن هناك فرق في السعر ومصيبة كبيرة وبالتالي حتى يعني أموال توفر أموال للرواتب للموظفين قد تعجز عن هذا الموضوع وقد تصبح كارثة كبيرة وتستدين أيضا تقترض والقرض يزيد والمشكلة تكبر أكبر وهكذا القضية أمريكا تعرف أن هؤلاء لم يأتوا ولم تأتي بهم أمريكا لبناء تجربة جميلة في العراق وتجربة عراقية فيها تنموية وفيها الزهار للعراق وفيها بناء العراقية جاءت بهم لتخريب العراق وهذا الوضع مثالي بالنسبة لأمريكا وبالنسبة لمشروحها وبالنسبة لإيران الآن هذه اللعبة مثل ما قلت بالبداية هي لعبة الضغط العراق ورقة الضغط استخدم ضد إيران ليس أكثر وأمريكا تعرف أن هذه الحكومة غير قادرة ومن يتحكم بهذه الحكومة هي الميليشيات وهي من تملك الدولار وهي من تهرب الدولار وعمليات التهريب ستستمر هل نتوقع من هذا أن هناك انفجار قادم نعم على المستوى الشعبي أنا أتوقع ذلك وأتوقع مثل ما قال ضيفك أن الأسعار سترتفع أيضا المواطن سيجد هو من يساعد في سيدفع الثمن لذلك حديث رئيس البرلمان الحالي أنه لا تهتموا لا تقلقوا إحنا وارداتنا عالية جدا وارداتنا من النفوط ومدخراتنا يعني احتياطنا من الأموال عالي جدا هذا لا يعني شيء لأنه احتياطاتنا ما الذي فعلته للعراق والموارد هذه التي جاءت للعراق ما زادت وزادت وزاد سعر النفوط من عام 2020 لحد الآن يعني أضعاف أضعاف مضاعفة ما الذي فرقه في المجتمع العراقي وفي البناء العراقي لم يفرق شيئا العراق من سيء إلى أسوأ لذلك أستاذ زياد من نتائج الاجتماع في واشنطن بين الوفد الحكومي وبين الوفد عراق من البنك المركزي على ما أعتقد الحقيقة أقر أنه في أزمة الدولار في العراق هو أخطاء داخلية في النظام المصرفي والسياسة النقدية العراقية والتي أتاحت أو خلقت مجال وفصحة لتهريب وغسيل أمال والحكومة ماضية بإجراءات تصحيحية في مجال السياسة النقدية وتنويع الاستثمارات ومصادر الدخل هل ثمت مؤشرات على هذا التوجه الجديد ثمت قدرة ثمت بوادر وتوجه صادق نحو هذا الإصلاح المالي أو الاقتصادي كما تقول الحكومة نعم طبيعة الحال أمل الحصول على تأجيل من قبل الفدرال الأمريكي يبدو أنه أصبح طيل ماضي الفدرال الأمريكي الحقيقة طرف من لا يعرف الفدرال الأمريكي هي الجهة التي ترسم السياسة النقدية داخل الولايات المتحدة الأمريكية تحدد أسعار الفائدة بذلك جهة لها استقلالية كبيرة لا يستطيع حتى رئيس الأمريكي أن يتدخل في هذه المسألة هذه اليوم من تمسك يعني ضوابط أو تطبق الضوابط على الحوالات وهي بالمناسبة ليست ضوابط مطبقة على العراق فقط إنما على كل دول العالم أي حوالة تتم بالدولار يجب أن تمر من خلال نظام السوفت وبالتالي نظام السوفت مطبق على مستوى 200 دولة حول العالم على مستوى 11 ألف بنك على مستوى العالم وبالتالي العراق ليس بدعة في هذه المسألة ولذلك لا يمكن إعطاء العراق أي استثناء مخالفة في مسألة الضوابط التي يتبعها الفدرالي في هذه المسألة هذا جانب الجانب الآخر مسألة تطبيق يعني الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات نتكلم على الإصلاحات بشكل محدد في الإصلاحات في السياسات النقدية الحقيقة لدينا خلل كبير لدينا كذلك خلل في السياسات المالية هذه نعم ممكن هناك شيء على الورق لكن قل لي كم تحتاج من الوقت لإصلاح هذا النظام اليوم اقتصادك والسوق العراقي تحت ضغط وهناك مهددات وهناك أطراف مافيات تريد تسحب أي كمية من الدولار من سوقك وبالتالي تعرضك إلى انكشاف وإلى انهيارات في أسعار الدينار هذه الحقيقة ليس الحكومة اليوم في موقف صعب جدا تريد أن تطبيق حلولا سريعة لحل هذه المشكلة لكن لا يمكن تطبيق حلول سريعة لمشاكل متراكمة عمرها أكثر من عقد وبالتالي حتى لو هي على الورق المشكلة ربما هناك صراع في الإرادات هناك أطراف تريد أن تطبق هذه السياسة وأطراف لا تريد لأنها تتعارض مع مصالحها مسألة التنمية توسيع الصناعات الاستراتيجية المصانع الكذا هذه كل جزء من تنويع مصادر الدخل داخل العراق الكثير من الأطراف أطراف الدعمة لحكومة لا تريد هذا التحرك لأن في هذا ربما ضرر بالدول الدعمة لهذه الكيانات السياسية لذلك هناك صراعات قوة النواية غير متوفرة كل هذه الإشكاليات لا تساعد صانع القرار حتى لو كان مخلصا لديه الأهلية لديه الكفاءة لإطلاق مثل هذه الإصلاحات هذا الوضع الذي سيستمر بدون إصلاحات لا مؤشرات على الإصلاحات وهذا فقدان الثقة بالعملة المحلية وهذا التذبذب صعودا ونزولا ما هي أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المترتبة على هذا التذبذب أو فقدان الثقة بالدينار العراقي أو قدرته على الثبات أمام الدولار نعم الخطر الأول والمشكلة الأولى اليوم لدى وزارة المالية عجز كبير الحقيقة بعدما تم تخفيض سعر الدولار هذه خلقت فجوة كبيرة في الميزانية لدينا اليوم موازنة تشغيلية التي هي الرواتب وغيرها من المصاريف الإدارية التي لمؤسسات الدولة هذه ارتفعت في معدلات كبيرة بحدود 60 أو 70 مليار دولار سنويا نتكلم في هذه الموازنة المشكلة اليوم بعد هذا التخفيض العجز يتخطى 50 إلى 60 مليار دولار داخل موازنة اليوم بعد هذا التخفيض العجز كان موجود أساسا قبل التخفيض وزاد العجز بعد التخفيض الحكومة لديها اليوم خيارين أما تذهب للاقتراض داخليا أو خارجيا وحسب ما عرفت أن هناك لديها تواصل مع صندوق النقد الدولي للحصول على بعض القروض واستغلال التصنيف الاعتماني جيد للعراق لأن العراق لديها قروض اليوم ويسددها بشكل دوري بدون أي تخلف وبالتالي لديها تصنيف اعتماني جيد ممكن العراق يحصل على قروض بأرقام مناسبة وبأسعار فائدة كذلك مناسبة كذلك ربما تحتاج إلى إطلاق سياسة قشفية للتقليل من المصاريف التشغيلية وللتقليل من الموازنة الاستثمارية هنا عدنا كذلك إذا نتكلم على تنوع مصادر الدخل بسبب التخفيض الأخير الآن ستجبر الحكومة على تخفيض الموازنة الاستثمارية وتضغط النفقات حتى تمشي هذه السنة أو تنتهي هذه السنة بشكل مناسب أو ملائم وبالتالي لا يمكن إطلاق عجلة التنمية وتنوع مصادر الدخل إذا هذا الوضع عزياد هل الحكومة في وضع مريح أم أنها في وضع صعب أنا حسب رأيي أن هذه الحكومة تحت أكبر ضغط مرت عليه الحكومات منذ عام 2003 إلى اليوم ممكن أن تحكم بـ وأنا ذكرتها ربما من خلال تحالفات السياسية من خلال تزوير صناديق الاقتراع من خلال التحالف داخل البرلمان إنشاء ميليشيات ممكن أن تحكم لكن لا تستطيع أن تحكم بالتلاعب بالاقتصاد الاقتصاد مسألة خطرة جدا سينهي النظام السياسي والاقتصادي الذي تعمل عليه دول وحكومات سقطت بسبب الاقتصاد وليس بسبب شيء آخر المشكلة الآن والمعضلة الآن مع هذه الحكومة هي الاقتصاد ليست الأمن ليست السياسة ليست العلاقات الدولية مشكلة الاقتصاد ولا يبدو أن لدى هذه الحكومة حلولا سحرية أو حلولا أو أدوات قادرة بفاعلية على التعامل لحل هذه المشكلات دكتور رافعل أيضا حقيقة مما الاقتصاديون يؤكدون عليه أن هذا الموجود في العراق على الحكومة أن تطارد المقدمات والأسباب وليس مطاردة الظواهر والنتائج هذه الحقيقة هذا مسار علمي لحل المسألة الحكومة غير قادرة على مطاردة الأسباب والمقدمات أم أنها لا تريد أم أنها عاجزة أم متواطئة هذه مشكلة وأتحدث عنها لضيفنا من لندن زياد الاقتصاد قضية قاتلة بالنسبة للأنظمة نعم يعني عندما تقول أن الحل ممكن لكن لا توجد قوى تريد الحل هذا صحيح في العراق لأن الحل ممكن أن تغير سياساتك العامة كلها أن تنهي هذا النظام كله بشكل أو بآخر وتبدأ سياسات أخرى لكن هناك تهديد وجود للنظام تهديد وجود للنظام وهو تنهي النظام الآن النظام في زاوية محصور في زاوية كبيرة جدا مثلما قال الضيفة أن الاقتصاد الآن هو الضغط السوق العراقي ذاهب إلى الركود إلى مرحلة الركود وهذه أخطر مراحل الاقتصاد العراقي ذاهب إليها المواطن لا يمتلك شيئا المدخرات كلها انتهت مقاومة هذه الأزمات التي دائما ما تصنحها هذه الحكومات صنعت هذه الحكومات من عام 2003 لحد الآن وتدفع بها لتكون كوارث ويصعب حل هذه الكوارث الآن موجودة كارثة كبيرة جدا جدا وهي كارثة الاقتصادية الآن المواطن يريد أن يعيش مستوى معيشة معينة قدرت الشرائية توفر لما يحتاج على الأقل ليبقى حيا ويبقى يساير الحياة هذه غير متوفرة الآن أنت لديك في العراق الآن 65% من العراقي لا يمكن أن يكون بيوت الآن أسعار الإيجارات يحتاجونها أسعار طبابة يحتاج الموعون العراقي الأكل العراقي حتى تعيش العائلة يحتاجون للنقل يحتاجون للدراسة هذه كلها مصاريف كبيرة غير قادر غير قادر البيت العراقي على توفيرها هذا سيؤدي إلى ثورة ثورة جياع أنت لديك الآن البنق يعني صندوق النقد الدولي يقول 20% من العراقيين تحت خط الفقر تحت خط الفقر بمعنى يأكلون من المزابل ليس لديهم مورد مالي هؤلاء فقراء وخارطة الفقر تتوسع هذا كل الآن وانت في ظل وضعهم يتحدثون عنه بحبوحة مالية وكذا وبهذه الطريقة طيب أمام هذه المعضلة الكبيرة الآن التي أوقعوا العراق فيها هم هؤلاء ماذا سيفعلون الانفجار قادم أنا أتوقع الانفجار قادم قادم لا محال أستاذ زياد لو أن هذا السعر الذي أعلنت عنه الحكومة صادقة علي 1300 واستقر فعلا على هذا السعر أمام الدولار تتوقع أنه سينعكس إيجابا على مستوى المعيشة للمجتمع العراقي وتحسين قدرة الشرائية نعم بالتأكيد نعم بالتأكيد أنا ذكرت في البداية هذا الحل يعتبر حلا جزئيا من حلول أخرى حزمة من الحلول لا يمكن الاعتماد عليه كحل طويل الأمد أو حتى متوسط الأمد مفعولة وقتي جدا هذا بوحدة يؤدي إلى استنزاف الخزينة نحن نتكلم اليوم 1300 لا بس أو 1300 بالنسبة للدولار نحن المافيا طيب أن تضغ دولار إلى الأسواق ويتم سحبها هذا السحب اليوم كيف يمكن تعويضه كيف إحداث معادلة التوازن بين الكتلة الدولار المتوفرة في الأسواق وكتلة الدينار المتوفرة في الأسواق دائما سيكون هناك عجز سيكون هناك عجز في الدولار ووفرة عالية بالنسبة للدينار هذه المشكلة الكبيرة الحقيقة نحن أمام مشكلة خطيرة الحكومة ليس بيديها حلول سحرية مثل ما ذكرت جميع الحلول حتى تعدل الاقتصاد تحتاج إلى سنتين ثلاثة ربما تنويع مصادر الدخل هذه التنويع أن يكون عندك مصانع صناعات أخرى قطاع خدمي صناعات تحويلية استثمارات تدخل هذه كلها تدر رؤوس أموال أو تدر إرادات للدولة لا تحتاج بشكل مطلق على عائدات مزاد العملة وحتى مبيعات النفط لا يمكن الحقيقة أن يصير العراق أن يستمو العراق بمثل هذا النهج سابقا نعم مسألة مسكوتة عنها لكن اليوم أثيرت عالميا أثيرت على كل المستوات فأعتقد أنه يحتاج الحكومة تحتاج إلى حلول عاجلة أشكرك في اختام حلقة الليلة من طاولة حوار بحثت في التلاعب الحكومي بسعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار لم يتبقى نشكر ضيفيها وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي هنا في الستوديو وكان معنا عبر تطبيق زوم من العاصمة البريطانية لندن الأستاذ زياد الهاشمي الخبير الاقتصادي والإداري وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة